بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نبدأ يا شباب مع بعض المحاضرة الثانية في الوحدة السادسة المتعلقة بالشروط لاختبار الجيد عرفنا تعريف الصدق وعرفنا بعض خصائصه الآن نستعرض مع بعض أنواع الصدق هناك صدق ما يسمى الصدق المنطقي هذا الصدق يقصد به إذا كانت الأهداف مصاغة وممثلة لهذه الأسئلة فإننا نطق علىها يعني الصدق يعني المقصود بكده المقصود أن إذا كان هناك اتفاق ما بين الأسئلة والأهداف التي سعى المقرر إلى تحقيقها هناك اتفاق بينهما يطلق عليه صدق منطقي النوع الثاني من الصدق اللي هو الصدق الظاهري ويقصد به المظهر العام للاختبار مدى مناسبته وضوح التعليمات تحديد الزمن هل هذا الاختبار ظاهريا يكيس ما وضع لكياسه يبقى يطلق عليه الصدق الظاهري عندنا نوع آخر من الصدق اسمه صدق المرتبط بالمحك وله نوعان الصدق التنبؤي والصدق التلازمي طيب إيه الفرق بين لو سألنا سؤال ما الفرق بين الصدق التنبؤي والصدق التلازمي الصدق التنبؤي يستعمل في نتائج الاختبار للتنبؤ بنجاح التلميذ في دراسة موضوعات ما في المستقبل في فترة لاحقه مثل استعمال نتائج الامتحان السنوانية ما في التنبؤ بنجاح الطلاب في الجامعة نجي بنسمين صدق التنبؤ لأنه يتوقع أمر ما مستقبلي وتسمى هذه الطريقة أيضا بالطريقة التتبعية تعالوا نشوف الصدق التنبؤ هو زربي أنا أدعي اختبار لقطرا decks القدرة الرياضية على سبع طلاب ودرجته ما هي موجودة في الجدول القدرة الرياضية ودرجة الرياضيات يبقى لو درجة في الرياضيات ولو درجة في الكودرة الرياضية تعال نشوف اللي ترسبه نروح جايين نوضعين القدرة الرياضية في عمود ودرجته في الرياضيات في عمود ثم نحسب ترتيبه في الاختبار الأول أعلى درجة هنا كام? 26 تاخذ واحد ثاني درجة علاها 25 تاخد 2 وهكذا نجي لدرجاته في الرياضيات أعلى درجة هنا كام 30 يبدأ ترتيبه الأول تابعوا اللي بعده الدرجة اللي بعدها كام 29 تاخد الترتيب الثاني وهكذا نجيب الفرق بين ترتيب الاختبارين 6 نقص 5 1 3 سلب 3 صف 4 سلب 4 وهكذا ثم نحصل على كاف تربيع اللي هو مربع الفرق 1 تربيع يعني 1 في 1 نحصل على المجموع يطلع لنا المجموع 4 نحصل على معامل الارتباط من خلال القانون ريه بتساوي 1 سالب 6 مجموع كاف تربيع اللي احنا حسبناه اللي هو طلع 4 على نون عدد البيانات مضروف في نون تربيع نقص 1 يبقى نعوض 1 سالب 6 في 4 اللي هو مجموع كاف تربيع على 7 في 7 يطلع لنا معامل الارتباط 93 من 100 إذن هناك ارتباط قوي إذن يمكن التنبؤ من خلال درجة الطلاب في الاختبار على قدرتهم أشكركم ونلتكي المحاضرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة